وانا اقول لك فرنسا كيدارو استعمار مصح هاذو بالنبسة تاعد زاير وجيش الوطني الشعبي يسيري لجيش التحرير تحقرني انا تحقرني علاه جيتك بالقرآن تقول لي ما نمشيش جيتك بالقانون تاعدت وقول لي ما نمشيش ذراع ذراع يعني انتو ما عندكم ذراع وتحرشوا علينا ولا دي الناس ولا ولا الامن يضارب مع الشعب خطش امر تاع جنرال فلانيون جنرال واحد ولا زوج ولا ثلاثة ربعة ولا ثلاثة تخرجوا ولا دي الناس باش يجابه الشعب الجزائري وانتو ما قاعدين في البيروات انتعكم ما تحشموش اخر جنتا شينجري حقدوا لك الدرحة اخر جنتا في البداية تخرجوا ولاد الشعب الجزائري الجيش بذاته عنده مشاكل ومحلته هالوش والامن ايض المحلته هالوش والدارك محلته هالوش والقضاء محلته هالوش المشاكل تاعه والمحامين والقضاء والوكلاء الجمهورية وانا نعرف المشاكل تاعه الناس والتي الناس كلها تخاف اللي يجي يقول لك يا اخوة الخبزة عندي ذريري عندي المرأة امام 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 في الجامعة تقول يودي يقول احكي يقول لك صراح وشك تقول بس يقول لك ينحوني من الامامة الامامة رسالة الامامة مش وظيفة قل الحق من ربكم احنا لماذا بنا هذه الجزائر تولي جزائر قوية بشعبها مش بجيشها الشعب هو الجيش قوية بشعبها قوية باقتصادها بسياساتها بعدلها بأخلاقها بأدابها بحضارتها بتاريخها بأمجادها هذه الدول القوية وعندنا كل الامكانية بشكون الجزائر هي اقوى في افريقيا دينها البلاد قبل يا بو قدوم دينها البلاد قبل نفتحه صبحة جديدة وعاف الله عما سلف ونعطي كل ذي حق حقه والجزائر كبيرة ومواسعة وعريضة وخلي الشابر يخدموا وخلي الأمة تتنور بإذن الله وكل واحد يعطي حقه والعادل البنية والجزائر هذي من جديد قال عندنا مئة وثلاثين سنة على استعمار وايضا بعد استقلال زدنا هردناها وهلكناها والجيش تدخل روحه السياسة والسيكوريتي ميتر والدياريس وظلمنا واحقرنا هاي ذهل حد البس هاي انسي الموجدي ثم ما زالكم في ضلالكم القديم وتحبونا نسكته أعلى نسكته لا نسكته والناس مايش تكلم عن نفسها تكلم على أولادها وأحفادها أحفادنا مستقبل ماذا سيكون هذي مش انتخابات هذي انتحابات وما نقولش مهازل هذي محازل لأن المسرحية الهازلية الضحكة هذي مهازل تبكي الناس بعد يقولك أنا شخصية سياسية واش ما شخصية سياسية صحابك اللي ضدك في الراي مفتحت لهمش المجال شكرا